فقرة الفكر الديني الدكتور سعدين هلالي السلام عليكم ورحمة الله مولاني عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته الله وفيك وفي كل المشاهدين ومشاهدات في البداية كنت عايز تعلق على القانون اللي احنا استمعنا له من شوية له ومقدم في مجلس النواب بإعطاء ترخيص لشخصيات أو جهات معينة بالإفتاء في مصر من حق جهة الإدارة أنها تمنح ترخيص لأداء أعمال معينة أما الإفتاء فإفتاء للغير الإفتاء للغير ده اسمه افتاءات يعني أنت ليس من حقك أنت افتاءت على غيرك لكن الفتوى حق شخصاني سيدنا النبي حسمها إكراما للإنسان اللي ربنا كرمه بالفطرة ولقد كرمنا بني آدم مقترى التكريم إن الإنسان بيختار دينه واللي بيختار دينه بيختار فهم دينه على الوجه الذي يرضيه مش الوجه الذي يرضي شيخه ما هو أنا اللي اخترت الدين لما اخترت الدين بيت أسيرك بيت عبدلك ده أنا اخترت الدين عبد لله الدين ده قناعة شخصية فعشان كده سيدنا نبي قال استفتي نفسك استفتي قلبك وإن أفتاءك الناس وأفتوك وفي الرواية الثانية وإن أفتاءك المفتون اللي أنا مزهول له إن المشروع مقدم من رئيس لجلة تحقيق الإنسان اللي هو المنطبي حماية حريات المواطن المصري الثابتة في الدستور اللي كلنا أمناء عليه والدستور ناصص على العقيدة مطلقة ومن حق كل إنسان يختار دينه ومن حق كل إنسان يبدي رأيه ويعبر ويمارس شعائر دينه على الواجه الذي يرضيه ولكن المصريين نعم بيطلبوا الفتوى يعني هو مش يعني هناك في اليوم الواحد دار الإفتاء الأظهر العلماء أئمة المساجد على التليفونات على أنا رأيي أنه أكتر سؤال بيتسئل في مصر كل يوم هو طلب الفتوى فهناك يعني أنا شايف أنه الناس الأخوة في مجلس النواب معذورين لأنه هذه الحركة الإنسانية فيها طلب كبير ويجب تنظمها يعني الحقيقة بتقوله ده منطخي إنه الإنسان يستفتي قلب لكن في ناس ده إحنا عندنا خمسين في المائة من الفتاوى اللي موجودة في دار الإفتاء الناس راح تسأل أنا طلقت مراتي ولا لا فالأمر جلل وهام يعني يجب تنظيمه جلل وهام إذن سيادتك طالما وصفته بأنه جلل وهام نظرت حضرتك على إن الفتوى تحكم الشعب فالمطلوب لحكم الشعب توحيد جهة الإفتاء وتوحيد الرأي الذي سيكون عليه الشعب فهل الفتوى وهل الدين هو الحاكم للشعب ولا الدين حاكم للإنسان على نفسه والقانون هو اللي يحكمنا القانون هو اللي بيحكمنا هي استراتيجية هتعمل لي وليت الفقه تجربة إيران نفزهن بساطة خلاص إنه بقى فيه شيخ واحد هو اللي بيقول يا حلال يا حرام أو يا جوز أو ما ويا شعب سيبوكم القانون روحوا للجهة دي هتقول لكم تعملوا إيه فأصبحت الفتوى حاكمة الفتوى رأي ولا الفتوى رأيين اللي بيقدم فتوى بيقدم رأيين مع بعض وقوله اختار إن قدم رأيين يبقى فقه مش فتوى الفرق بين الفقه وبين الفتوى إيه التعددية الفقه إيه متعدد والفتوى أحدية فأنت لما تقدم لي فقه ده اللي ربنا أمر به وسيدنا النبي أمر به سيدنا النبي قال إيه من يولي الله به خيرا يفقهه في الدين ما قالش يتبع فتوى لما تفقه في الدين اتحمل المسؤولين جايز هم برضو بيكالو في هذا الأمر إنه هو أنا عايز الناس اللي تتصدى للفقه تكون عالمة الله تكون عندها القدرة أنها تبين للناس كل الأراء إن والله عمي الزكاة والله فيه ناس قالوا دي تبقى كده أو كده أو كده تبقى لأبو حنيفة وابن حنبل والآخره قالوا كذا تطلع الزروع إزاي تطلع الدهب إزاي كل هذه الأشياء جايز هم عايزين ينظموا هذا الأمر يترتب عليه إن الفقه ده هو المطلوب وتنوير الناس بالآراء الفقهية المتاحة المعتمدة والمدروسة في المداهب المعروفة ده رفع مستوى الثقافي والفقهي لشعب لا أحد ينكره بل بالعكس أصحاب الخطاب الديني إفتائي لا يعملون به وإنما يقولون الرأي الذي يرضي من يتحدث فين الأمانة العلمية هم شرطين يا أستاذ عمر لنجاح أي عمل والشرطين دول سيدنا نبي اتصف بيهم قبل ما يبقى رسول الصدق والأمانة ترجمة نانسي قنقر